اشتركوا في القناة وقص قطاعات الطاقة والمناجم التعليم العالي والبحث العلمي الموارد المائية السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يقوم اليوم وزير شؤون الخارجية صبري بقدوم بزيارة رسمية إلى جمهورية تونس الشقيقة حاملا رسالة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى أخيه رئيس الجمهورية التونسية قيس السعيد هذا وسيعقد بقدوم مبحثات مع نظره التونسي عطمان الجرندي يتم خلالها استعراض العلاقات الأخوية والمتميزة بين البلدين الشقيقين فضلا عن التشاور والتنسيق حول أهم القضايا الإقليمية والدولية يشرع اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بالجود في زيارة رسمية إلى موريتانيا تندرج الزيارة في إطار الدينماكية الديناميكية التي تطبع العلاقات بين البلدين والقائمة على حسن الجوار والتعاون والتنسيق الدائم كما سيتحدث الطرفان حول تعزيز التبادل في المجالات ذات الصلة بوزارتي داخلية البلدين بالإضافة إلى بحث سبل مواصلة التعاون في مجال تنمية المناطق الحدودية وتأمينها أعلنت اللجنة الوزارية للفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أمس في بيان لها عن فتح المساجد المعنية بصلاة الجمعة والصلوات الخمس لآداء صلاة الترويح خلال شهر رمضان الفضيل على أن لا يتجاوز وقتها ثلاثون دقيقة وأوضحت اللجنة أنه حرصا على تحصيل فضل هذه السنة خلال شهر رمضان الفضيل تفتح المساجد المعنية بصلاة الجمعة وصلوات الخمس لآداء صلاة الترويح وأضف بيان الوزارة بأن المساجد المعنية تفتح لصلاة العشاء قبل الآذان بخمس عشرة دقيقة وتغلق بعد آداء صلاة الترويح بخمس عشرة دقيقة على أن تؤدى صلاة العشاء بعد الآذان مباشرة كما أكدت اللجنة ضرورة احترام التباعد الجصدي بتركي مسافة متر ونصف بين كل مصليين اثنين دعية الأئمة إلى تخفيف صلاة الترويح بقراءة حزب واحد وأن لا يتجاوز وقتها ثلاثون دقيقة انطلقت بولاية عين تيموشنط المرحلة الأولى للإحصاء الوطني الفلاحي الشامل ولتحيين المعطيات الخاصة بالمستثمرة الفلاحية وثروة الحيوانية وكذلك استحداث قاعدة بيانات تسمح بتتبع مسار الانتاج لمهني القطاع الفلاحي خضراء شكر في المتابعة لتحيين المعطيات الخاصة بالمستثمرة الفلاحية والثروة الحيوانية واستهداث قاعدة بيانات تسمح بتتبع مسار الانتاج ومهنية القطاع انطلقت بولاية عنتيموشنت المرحلة الأولى من الإحصاء الوطني الفلاحي الشامل اليوم أطلقناها على المساوى عنتيموشنت غضون الأسبوع القادم هناك خمس ولايات أخرى وبالتوازي أثناء العملية سننعمم العملية على مساوى كل ولاية الوطن سننمس أكثر من مليون ومئتين ألف مستثمرة فلاحية على المساوى الوطني الهدف الأساسي التحى هو معرفة القدرات في القطاع بصفة حقيقية بصفة واقعية هو معرفة احتياجات الفلاحين 28 عون إحصاء سيقومون بالعملية عبر أزيد من 8 ألاف مستثمرة فلاحية بالولاية وفرت لهم كافة الإمكانية اللوجسية وباعتماد النظام معلوماتي متطور كان في عمل استباقي اللي قمنا به خاص بتحضير هذه العملية حيث صخرت جميع الوسائل المادية والبشرية لهذه العملية وبالتالي نقدر نقول بأن اليوم على استعداد للإنطلاق بابتداء من اليوم وراح إن شاء الله يتمتج السيد الفعلي لهذه العملية على المستوى المحلي ومن بعد إن شاء الله راح تتمتد على المستوى الوطني ما يميز هذه العملية هو استعمال الوسائل الحديثة لوحة الإلكترونية لتساعد في إعطاء معلومة دقيقة سريعة وفيها أيضا تحديد الموقع الجغرافي وتندرج هذه العملية ضمن استراتيجية الوزراء للنهوض بالقطاع إلى ولاية ميلا حيث تتوقع المصالح الفلاحية انتجا وفيرا في مدة التوم هذا الموسم قد يصل إلى أكثر من مليون ومائة ألف قنطار حيث استقطبت هذه الشعبة في السنوات الأخيرة العديد من الفلاحين الشباب تقول فاتحة بعرب تحقق ولاية ميلا انتاجا وفيرا في شعبة الثوم حيث يتوقع انتاج مليون ومائة ألف قنطار في هذا الموسم الفلاحي مع توسيع المساحات المزروعة إلى ألف وخمسمائة وثمانين هكتار راكم في هذه القطعة فيها 12 هتار تنتج حوالي 12 هتار القطار نحن 250 قنطار في القطار وفيها 6 مناصب شغل دائمين وعشرين موسميين هذا الثوم أحمر من ذو النوعية الجيدة نرانا نبيعه لـ 48 ولاية 48 ولاية الجزائر كامل رايت تاكل من الثوم هذا تاعة ولاية ميلا وحبين نطوره في شعباتنا هذه وراءنا برب ان شاء الله نكفيه ونكفيه ونكفيه الجزائر كاملة من هذه المدى تاعة الثوم والاستيراد راوث السنين ما زدنا استوردنا نعم مددنا ذكو حنا ما هفل بحيب الثوم تنحيا نقوله بتنقية في الزريعة عزالي نزرعو حنا زرع نزرعو تنقيوز حتى التنحيا واقع النشاط وعوائق التسويق المصالح الفلاحية تكثف مجهوداتها مع الفلاحين لتنظيم هذه الشعبة الهدف تعناه أولا هو تنظيم الفلاحين اللي راهم يمارسوا هاتين مينا خاصة فيما تعلق بإنشاء تعاونية فلاحية للشعبة اللي راح تسمح واتطمن الفلاح على المنتوج انتاعه هي راح تكفل بجمع المنتوج توسيع الطاقة الاستيعابية من غرف التبريد خاصة هذا هو الشيء اللي يطلبوها المهنيين في الفلاحة وندعو من هذا المنبر كذلك يعني المستطمئة خاصة نروح للصناعات التحويلية اللي يمكن أنها تكون كذلك كضامان لتسويق المنتوج للفلاحين ويخليهم يستمروا في هذا المنتوج وفي هذا العمل تحولت ميلا في السنوات الأخيرة إلى قطب وطني لإنتاج ثوم ساهمت في إعفاء خزينة الدولة من الاستيراد والرؤية المستقبلية تتجه نحو إنتاج البذور والتصدير إلى تطورة الوضعية الوبائية بالبلاد حيث سجلت أمس 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات و96 حالة شفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة إلى أخبارنا الدولية قالت الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر الضفة الغربية أرضا محتلة من قبل إسرائيل وهذا بموازات تضاعف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بالضفة وامتعاض الإدارة الأمريكية الجديدة من ذلك يشار أن الخارجية الأمريكية أطلقت إشارات لدعم حل نشوء الدولتين واستئنى في مسار السلام في الشرق الأوسط وهو ما كان الرئيس السابق دونالد ترامب قد تحشاه عن عمد طوال فترته الرئاسية عن مستجدات كورونا حول العالم أعلن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون توسيع نطاق إجراءات مكافحة كوفيد-19 لتشمل كافة الأراضي الفرنسية ابتداء من يوم السبت المقبل ولمدة أربعة أسابيع وإغلاق المدارس في محاولة لوقف الموجة الثالثة من الوباء خاصة مع اقتراب فرنسا عتبت مائة ألف وفاة حسب رئيس ماكرون وبالولايات المتحدة الأمريكية نحو 15 مليون جرعة من لقاح جونسون عن جونسون تم اتلافها بالخطأ بمصنع بمدينة بارتيمار ما سيؤثر سلبا على سير عملية التطعيم في البلاد إلى أخبار الرياضة وفكرة القدم يواصل شباب بالوزداد تحضيرته من أجل الاستعداد لمواجهة نادي تيبي مازنبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية غدا الجمعة في إطار الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من رابطة أبطال إفريقيا ولنفس المنافسة ملودية الجزائر بدورها تكثف من نشاطها التحضيري لمواجهة الزمالك المصري هذا الصبت بملعب خمسة جوليا الأولمبي فحظ موافق لممثلين في المنافسة الإفريقية نختم بعالم الطابعة والسياحة استطاعت مجموعات من الحيتان الرمدية أن تنقذ قطاع السياحة شمالي المكسيك وهذا بعد انخفاض محصوصاً لانتشار وباء كورونا وتوافد المسافرين بكثرة إلى سواحل المنطقة عبر قوارب وهذا للاستمتاع بمشاهدة إبحار هذه الحيوانات الرائعة ومدعبتها على هذا الخبر نتوي نشرتنا مشاهدينا نشكر لكم كرم المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة